قالت الأمم المتحدة في تقرير لها إن محاكمة سيف الإسلام القذافي لا تفي بالمعايير الدولية دعية السلطات الليبية إلى تسليمه لمحكمة الجنايات الدولية في لهايب هولندا وذكر التقرير أن المحكمة لم توفر للمتهم فرصة الاتصال بمحام وبأفراد أسرته بالإضافة إلى تعرضه للسجن الانفراضي فيما ما زالت تتحقق من مزاعم تعذيب بحق المحتجزين ومن ضمنهم سيف الإسلام ومنذ الإطاحة بوالده الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011 يحتجز سيف الإسلام في منطقة الزنتان الجبلية غربي البلاد لدى أحد الفصائل التي تتنزع على السلطة منذ مقتل القذافي